المدير الرياضي لنادي السوتشي الروسي يصاعد بخصوص لاعب الدولي المغربي يحيى عطية الله غير متوقع أشرف حكيمي يعلن قرارا مصيريا بحق باريسان جرمان بعد انتقال بابي إلى ريال مدريد ثلاث جواهر مغربية تستحق المتابعة في أولمبياد باريس 2024 والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس المدير الرياضي لنادي السوتشي الروسي يصاعد بخصوص لاعب الدولي المغربي يحيى عطية الله أكد المدير الرياضي لنادي السوتشي الروسي أوندري أورلوف يختفى اللاعب الدولي المغربي يحيى عطية الله عن الفريق وعدم عودته حتى الآن رغم ارتباطه مع النادي بعقد ساري المفعول وقال المتحدث نفسه نحاول الاتصال باللاعب أو وكيله ولكن تصرفاته ما غير احترافية على الإطلاق وأكمل إذا استمر الأمر على هذا الحال سنتحرك في الأسبوع المقبل ضده برفع دعوة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم في فا للحصول على حقوقنا وأنهى هناك بند يتيح دفع شرط جزائي لضم اللاعب دون أي مفاوضات في حال هبطنا للدرجة الثانية وهذا ما حدث للفريق ولكن لا أستطيع الإفصاع حاليا عن القيمة المادية ويتواجد الظاهر الأيصر المغربي يحيى عطية الله بمسقط رأسه بمدينة أسف حاليا حيث ظهر في فيديو جديد في حفل تحفيظ القرآن الكريم غير متوقع أشرف حكيمي يعلن قرارا مصريا بحق باريسان جرمان بعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد اتخذ أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب قرارا مصريا يخص مستقبله مع فريقه باريسان جرمان وفي هذا الصدد أكد مرسل شبكة راديو مونتي كارلو الفرنسية أن أشرف حكيمي وإدارة بي اس جي توصل لاتفاق مبدئيا على توقيع عقد جديد واضف أنه يتبقى بعض البنود في التعاقد قيد التفاوض والمناقش بين الطرفين ووضح أن النجم المغربي الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد باريسان 2024 سينتهي تعاقده مع العملاق الفرنسي في صيفي 2026 وكان أشرف حكيمي انتقل إلى سان جرمان في صيفي 2021 قادما من انتر ميلان الإيطالية مقابل 60 مليون يورو وترددت أنباء خلال الأشهر الماضية أن أشرف حكيمي قد يلحق بصديقه وزمله السابق كيليان بابي إلى صفوف ريال مدريد ثلاث جواهر مغربية تستحق المتابعة في أولمبياد باريسان 2024 سيكون منتخب المغرب تحت 23 عاما من أمام اختبار هامل في أولمبياد باريسان 2024 للتكرار إنجاز المنتخب الأول في النسخة الماضية من نهائية كأس العالم قطر 2022 وتراهن الجماهير المغربية على أشبال الأطلس للتألق في الأولمبياد بعدما توجه بلقب كأس أمام أفريقيا 2023 بالمغرب مع المدرب السابق عصم الشرعي الذي تم تغييره بالمدير الفني الجديد طارق سكتيوي قبل فترة قصيرة على الأولمبياد وسفر أشبال الأطلس إلى فرنسا لإتمام المعسكر الإعداد قبل المباراة الأولى في أولمبياد باريس أمام الأرجنتين في الرابع والعشرين من يوليوز الجارية وتظهر تشكيلة المنتخب المغربي بمواهب كروية صعيدة بقوة على الصعيد الأوروبية حيث ستكون محطة اهتمام الجمهور المغربي والأندية التي تتابع المواهب الكروية المتألقة للتعاقد معها واختار طريق سكتيوي ثلاث لاعبين من المنتخب الأولى تتجاوز أعمارهم الثلاثة والعشرين عاما ويتعلق الأمر بنجم أصود الأطلس أشرف حكيمي الضاهر الأيمى لنادي باريسان جرمان الفرنسية وسوفيا مرحيمي نجم العين الإماراتية ومونير المحمد حارس مرمى نهضة بركان كما تخطف ثلاث مواهب أخرى صاعدة أنظار متابع كرة القدم المغربية نظير الأداء الجيد الذي ظهرت به الموسم الماضي وسيكون بالخنوس سلفة الذهب في تشكيلة منتخب المغرب أحد أبرز المواهب المغربي التي ينتظر الجمهور التألقها في أولمبياد باريس بعد أن نجح في إقناع وليد راكراكي مدرب المنتخب المغربي الأول بمهارته وفنيتها الخنوس صاحب الاثنين والعشرين عاما يلعب مع المنتخب الأول منذ فترة ويعد أصغر لاعبين مغربيين شارك في نهاية كأس العالم بعد ملاعب منذ القطر الفين واثنين وعشرين وعمره لا يتجوز ثمانية عشر عاما ليكسر رقم مواطنه أشرف حكيمي المحقق في منذ الفين والثمانية عشر ويعد الخنوس لاعب جينيك البلجيكي أبرز موهبة مغربية تخطف الأنظار في الألعاب الأولمبياء وستكون محطة مهمة في مشواره الكروية إذ أن بعض الأندية الأوروبية تتابعه للتعاقد معها اللاعب الثاني هو أمير تشارتسون ويتميز أمير بمهارة كروية كبيرة نقنعت مدرب منتخب المغرب الأول بالاعتماد عليها ويعتبر مستقبل وسط ميدان أصود الأطلس كما يتمتع بثلاث جنسيات وبدأ مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا تحت العشرين عاما وشارك في فوز الفريق ببطولة موريس ريفيل عام 2021 وسيكون أمير تشارتسون محاطا باهتمام الكشافين في مشاركته مع منتخب المغرب في أولمبياد باريس إضافة إلى الجمهور المغربي الذي ينتبه فضول خاص للوقف أكثر على فنية هذا الفتى الصامت الذي لا يتحدث كثيرا وتعد أولمبياد باريس 2024 أيضا فرصة مواتية لللاعب الواعد إلياس بن صغير النجم موناكو الفرنسية ليقول كلمته مع المنتخب المغربي الذي اخترت دفاع عن ألوانها وقرر بن صغير تمثيل المنتخب المغربي بدلا من المنتخب الفرنسية بعدما أقنعه فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووليد ريك ريك المدير الفني لأصود الأطلس بمشروع الكرة المغربية ويأمل بن صغير أن يكون كبيرا بالأداء داخل المستطل الأخضر ليؤكد علو كعبه وموهبته التي أظهرها مع موناكو في الأوام الماضية اللجنة الأولمبية الدولية حكيم عازم على لعب نهائي على حديقة الأمراء احتفت اللجنة الأولمبية الدولية بمشاركة الدولية المغرب أشرف حكيم نجم باريتسان جرمان الفرنسية رفقة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في منافسة كرة القدم بالألعاب الأولمبية المقرر انطلقتها يوم الرابع والعشرين من يوليوز الجهري بالعاصمة الفرنسية باريس ويشارك حكيم ضمن التولاتية الذي يفوق 23 سنة التي تسمح بها قوانين الأولمبياد بجانب مونير المحمد حارس مرمى النهضة بركان وسوفيان رحم مهاجم العين الإماراتية رفقة المنتخب الوطني في منافسة الأولمبياد وقالت اللاجنة الأولمبياد الدولية في مقال على مقع الرسمي أن نجمة باريسان جرمان نشرف حكيمي عازم على قيادة أشبال الأطلس إلى المباراة النهائية للتنفس على الذهب الأولمبي التي ستجرع على ملعب فريقه بالعاصمة باريس حديقة الأمراء مضيفة أن حكيمي كان ضمن الأعمدة التي قادت المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم بقطر 2022 ويستهل المنتخب الوطني المنافسة الأولمبياد بملاقة الأرجنتين يوم الرابع والعشرين من يوليو زلجاري قبل مواجهة أوكراني يوم السابع والعشرين منها ثم العراق يوم الثلاثين من الشهر ذاته إن شاء الله